السلام عليكم بداية من الف سلامة على حضرتك ان شاء الله النهاردة هنقوم بمجموعة من التمرين هتساعد على الريكافوري او الاستشفاء من قلم الرجبة او خشونة الرجبة طبعا خشونة مفصل الرجبة او خشونة المفاصل عموما لها اسباب كتير قوي ومنها عدم ممارسة الرياضة ومنها الجلوس طويلا على كرس المكتب او كرس الكمبيوتر ومنها ان الاوطار والاربطة المحيطة بالمفاصل ما بتكونش لينة او ما بتكونش مرنة ومنها برضو سوق التغذية بتاعي نحاول في التغذية بتاعنا دايما يكون طبق الصلاة المنوعة الخضراء ده مهمة جدا في فيتامينز ومعيدن بتساعد على الليونة هنبدأ بسم الله الرحمن الرحيم بأول تمرين طبعا هنمارس بطيء جدا هدمر قدميني بالشكل ده كاف في ايدي الاسنين فوق مفصل الرجبة وهنزل هنزل طبعا تحت اسبب بالشكل ده وهضغط ضغط بسيط جدا بصدري حوالي عشر ضغطات واحد اثنين بطيء جدا تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة هنحس بشد خفيف جدا في العضلات وده طبيعي جدا تمانية تسعة عشرة جميل جدا ده كده تمرين اسمه مرونة سبتة هنعمل تمرين تاني مرونة متحركة اهوط هاجي الامام وده الخلف واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بالراحة خالص 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 جدا هنجي دلوقتي هنرفع الربة مرين مر شمال واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية طبعا الرفع ده تسعة عشرة بيساعد ان المفصل بتاعك يكون زريعة شوية بعدين هعمل التنبيد الجميل ده هرفع مشترك ده كده وهالف واحد اثنين تلاتة اربعة لو مش حاسس بألم زود السرعة لو في ألم يبقى خليك بطيء جدا 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 تمام خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اوكي الجنب الاخر واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بعدين هفتح قدم بالشكل ده اهو ونجل مفروضة هعمل عليها اضغط مش على الرجبة فوق الرجبة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر تشينج جنب الاخر اهوة ممكن احط ايد تحت ويد فوق الرجبة او الاتنين فوق الرجبة تمام واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر جميل جدا بعدين هفر الرجل الامام بالشكل ده واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة مجدودة جدا تمانية هنسع شد رجلي تسعة عشر اوكي بعدين هطلع على المشتر رجلي بالشكل ده اهوة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هلف رجلي بالشكل ده تمام واحد اثنين واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر هعمل جامبة خفيف جدا واحد اثنين تلاتة بعة خمسة اعف افك رجلي واحد اثنين تلاتة بعة خمسة ريح رجلي وهنجي دلوقتي للتمرين الجزء الارضي هنبدأ بالتمرين الارضيه تمام هفرد رجبتي بالشكل ده تمام اهوة وايه هضغط عشر ضغطات واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر جميل جدا جانب الاخر تمام واحد براحة خالص اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جميل جدا بعدين هقف بالشكل ده اهوة تمام هرجع القدم من الخلف وايدي اللي اتنعه على الارض هنزل بروكبتي كده وهضغط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة براحة جدا عشرة هعكس اهوة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جميل جدا هفرة القدم بالشكل ده اهوة بس رايي ان ربيتك كن لمسة الارض لمسة الارض مش كده لمسة الارض ها واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة نميل جدا هفرزجلي بالشكل ده اهوة اضغط واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جميل جدا فاصلت فاصلت طيب في ايش يا جاية بعدين بعدين اضم القدم بالشكل ده وفي القدم كده هو واضغط عليها واحد اثنين اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة جانب الاخر اهوة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة لو حاسيت انك هتقع ممكن تسنك كده اهوة على اي حائط واي شيء رجلة مفهودة جدا واضغط واحد رجلة مفهودة اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة تكرر التامنية تانية مهمة جدا اهوة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة مراحة سبعة تمانية تسعة عشرة اخذ مرة لتانية بالاخر اهوة واحد اثنين مفروض رجلك تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة هنضلك الرجل تدريك خفيف الشكل ده اهوة واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة طبعا التمرين دي مجرد سبب من ضمن الاسباب رب ناشفك وعافيك نمارسها يوميا معي وان شاء الله شوفكم الحالة القادمة سلام عليكم